موسيقى 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 نحتاج إلى خميرة حلويات خميرات حلويات نحتاج إلى موسيقى 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 يحتاج إلى جج معلقة موسيقى طريقة تحضير هذه الوصفة موسيقى سكر سندة كنعي ونضع لها خميرة الحلويات نقوم بالتخليط السكر مع الخميرة الفورية أو خميرة الحلويات نقوم بالقليل من العصير الليمون فقط وقليل منه تفاعله مع الحمض كيف يبقى نضيف زيت الزيتون مع التخليط نضيف زيت الزيتون نضيف قليل من زيت الزيتون نضيف زيت الزيتون بعد ما نحصله على هذه الخليط كما تلاحظوا معي فالخليط سيكون تقيل وليس خفيف بزيز نضيف قليل من الخليط ونضيفه على المنطقة التي لدينا في هذه السواد سواء الرقبة أو أي منطقة في الجسم فيها السواد باستثناء الوجه هذه الوصفة لا نستعملها فقط لمناطق التي فيها السواد من الرقبة الجسم كامل نضيفها على المنطقة التي فيها السواد ونقوم بالفرق بشكل دائري كما تلاحظون على هذا الشكل نقوم بفرق جيد للمنطقة لمدة 10 دقائق 15 دقيقة نقوم بالفرق الجيد بعد الفرق نقوم بتثبيت هذا الخليط نقوم بوضع كيمية أكبر على المنطقة وتثبيته عليها وتركه لمدة 30 دقيقة بعد 30 دقيقة نقوم بغسل بالماء الدافئ يمكنكم استعمال أيضا هذه الوصفة في الحمام يمكنكم بعدها أخذ دوش أو الغسل بالماء الدافئ وضروري عمل كريم مرتب للجسم بعد هذه الوصفة بعد إنهاء هذه الوصفة نقوم بعمل كريم مرتب للجسم ستظهر معكم النتيجة بعد مرتين ثلاثة مرات إلى أربعة مرات من الاستعمال حسب درجة السواد الموجودة في البشرة ويجب اتباع هذه الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع فهي جد مفيدة وجد فعالة في إزالة السواد في المناطق الموجودة في الجسم أو السواد الموجود في الجسم أتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد من الجميع للمزيد من الوصفات كوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون أنترنت أو زوروا موقعنا على الانترنت ستجدون الروابط في صندوق الوصف إلى اللقاء إلى فيديو قادم بإذن الله اشتركوا في القناة